أهلا بكم مشاهدين بعد المظاهرات التي خرجت في السويداء وريفها جنوبية سوريا مطالبة بالتغيير السياسي والإصلاح الاقتصادي تندلع موجة احتجاجات أخرى في الشمال الشرقي للبلاد وذلك لليوم السادس على التوالي مدن القامشلي والمالكية وعين العرب كوباني الوقاعة تحت سيطرة قوات قسد الكردية خرجت فيها مظاهرات منددة بقرار رفع أسعار الوقود من قبل ما تسمى بالإدارة الذاتية بما يتراوح بين 250% و 440% في مدينة القامشلي تجمع المواطنون في الشارع الرئيسي أمام مبنى البلدية وطالبوا بإلغاء القرار والعمل على تحسين الظروف المعيشية وبالتزامن مع ذلك أغلقت معظم المحل التجاري أبوابها في مدينة المالكية شرقية الحسكة وفي عين العرب كوباني رفض المحتجون ما وصفوه بالقرار الجائر والاعتباطي والاعتباطي وغير المدروس الذي اتخذته الإدارة الذاتية والذي يؤثر بصفة مباشرة على أسعار المواد الأساسية وبالنظر إلى الزخم الذي طبع هذه المظاهرات يبدو أنها تأخذ منحا تصعوديا مع القادم من الأيام في ظل الدعوات التي وجهها مواطنون ونشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أهالي المدن وأرياف المحافظة لمواصلة الاحتجاجات والاعتصام أمام المقر العامة من أجل الضغط على قسد حتى تلغي قرار رفع سعر المزوت وليس تعديله وإقالة المسؤولين عن إصدار هذا القرار هذه الاحتجاجات التي انطلقت شعبيا دخل على خطها المجلس الوطني الكردي إذ ثمنت أماناته العامة الهبة الشعبية والتي خرجت ضد قرار رفع سعر المحروقات بعدما وصفته بالقرار الجائر داعية كافة الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني بجميع أطيافها إلى المشاركة في الاعتصام أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة القامشلي يوم الثلاثة المقبل للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم لنا من أربيل إسماعيل رشيد عضو المكتب السياسي لحزب يكتل كردستاني أهلا بك أستاذ إسماعيل اليوم السادس إذن هذه المظاهرات في القامشلي ما الغاية من رفع الأسعار بهذا الشكل من قبل ما تسمى بالإدارة الذاتية وما التداعيات المتوقعة لهذه المظاهرات تحياتي لك ولمشاهدي العربي حقيقة في ظل التفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة والمزرية على كامل الجغرافية السورية نتيجة استمرارية الأزمة السورية وعدم إيجاد الحلول من قبل المجتمع الدولي تستمر هذه المعاناة والحالة المعيشية الصعبة في المناطق الإدارية التي تسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي والنتيجة جملة من الممارسات والسياسات التي استهدفت مجتمعية هذه المناطق وبالتالي فإن هذا القرار وخاصة قرار رفع الدعم عن المحروقات والقرار الذي نسميه بالكارثي زيادة رفع المحروقات وخاصة مادة المازوت ونحن جميعا نعلم لأن زيادة سعر مادة المازوت لها تداعيات خطيرة جدا على كافة مناحي الحياة من جانب القطاع الزراعي والصحي والنقل والشحن وكافة هذه العوامل وبالتالي خرجت مظاهرات في كافة المناطق وخصوصية هذه المظاهرات والتي اختلفت عن سابقتها قامت بها جماهير شعبية ومنظمات المجتمع المدني وبحراك لاحقا سياسي رفقه المجلس الوطني الكردي ما التداعيات المتوقعة لهذه المظاهرات كيف يمكن أن تتطور خاصة في ظل الدعوات من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لمزيد من المظاهرات ومزيد من الاحتجاجات نعم هذه الاحتجاجات والمظاهرات ستستمر كما أكدنا أن هذه الأوضاع الكارسية تستهدف كافة شراح المجتمع بكل مكونات في المنطقة وفي عام 2021 تم زيادة سعر المحروقات وتحت الضغط الشعبي تم طي هذا القرار ولكن تم الالتفاف عليه من قبل قيادة حزب الاتحاد الديمقراطي بالرفع التدريجي هذه المرة الأوضاع الكارسية نسبة الزيادة ارتفعت إلى حوالي 400% وربما كان هناك حالات سابقة استهدفت الحياة السياسية وجملة من القرارات من التهجير القصري ومن التعليم المؤدلج ومن عمليات الخطف وعدة أمور أخرى واقتصاب الحالة السياسية وتفرد حزب الاتحاد الديمقراطي لوحده لكن هذه المرة هذا القرار الذي استهدف كافة شرائح المجتمع أعتقد والأيام القادمة ستثبت ذلك هذا القرار الكارسي لقد وحد كافة مكونات المنطقة وأعتقد أن هذه المظاهرات ستستمر والاحتجالات ستستمر رئيسا ما يتم إلغاء هذا القرار إذا لم يتم إلغاء هذا القرار ستكون له تداعيات خطيرة جدا وسيكون المستقبل نحن أمام التهجير لا مسيلة له ونعلم جميعا أن حاليا أغلبية المناطق الكردية وحتى على كامل الجغرافية السورية أكثر من 50% من مواطنين هذه المناطق هم الآن خارج الحدود إذا استمرت هذه الأزمة فستكون النتاج الكارسية وأبواب الحدود ستكون الملاز الوحيد أمام المواطني أستاذ اسمعين مسؤولون في الإدارة الذاتية قالوا أن هذه الزيادة شملت المنشآت الصناعية والسيارات السياحية والشركات الخاصة ولكن مؤسسات العامة وسيارات النقل العام مستثنية من هذه الزيادة كيف يمكن الرد على ذلك؟ حقيقة هذا الكلام غير صحيح نهائيا لا يوجد شيء اسمه منشآة صناعية ممكن هذه حالة نظرية فعلى سبيل المثال هم يقولون بأن القطاع الزراعي والماظوت الزراعي لم يرتفع لا يوجد شيء اسمه الماظوت الزراعي كل الفلاحين في المنطقة كانوا يشترون الماظوت نسميه بالماظوت الحر كان سعره 1700 ليرة سورية لليتر الواحد حاليا سعره 4600 ليرة للليتر الواحد هذه للأسف التفاف وتبسيط للعقل المواطن السوري الارتفاع الجنوني وتداعياته للأسف ستكون خطيرة جدا للعلم مادة الماظوت لم تستورت ولم يتمشي رائعه بالعملة الصعبة فكافة الحقول أغلبية الحقول السورية النفطية هي تم تسليمها لإدارة حزب الديمقراطي وهي تحت سيطرتها ويتم إنتاجها من قبل طاقم محلي هم نفسهم موظفي الدولة السورية وللعلم راتب الموظف الواحد لا يتجاوض من 15 إلى 20 دولار في القطاع النفطي ويتم استخراج هذا النفط بأقل التكاليف للأسف أغلبية هذه المشتقات النفطية تتب إلى مناطق النظام وإلى مناطق أخرى خارج سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي في الوقت الذي كان يستوجب تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين للأسف اليوم المواطن وضحت الفكرة أستاذ إسماعيل عن الخبز وضحت فكرتك إسماعيل رشيد عضو المكتب السياسي لحزب يكت الكردستاني كنت معنا من أربيل شكرا لك شكرا لك